موسيقى 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 عزيزي المشاهدين أصعد اللهم ساقاكم وإن شاء الله تتجدد اللقاء النهاردة بحلقة جديدة في النموك وعيون الحياة ويكون دي في الحلقة معنا النهاردة دكتور شريف خير الله مدرس واستشارج راحة الأورام بمعهد الأورام القومي جامعة الكاهرة موسيقى 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 الكبد دي يعني بطاية neo كبير عريض يعني فيه اورام خبيثة في الكبد وفيه اورام صارة يعني حميدة بتطلع في الكبد يعني طبعا كل واحد منهم له طريقة في العلاج وكل واحد منهم له سن معين بيظهر فيه مش كل الحاجات يعني تمام ده طريقة مبسطة يعني الاورام الحميد طبعا اورام حميدة معناه كلمة ورام حميدة因ه هو غير قبل الامتشار بس هو ممكن يكبر في مكانه والورام الخبيث من اسمه هو خبيث علشان هو هو ممكن يقدر يرجع مكانه بعد الاستقصال وممكن كمان يقدر ينتشر في باية انحاء الجسم المختلفة ميم؟ كل واحد منهم له عوامل بتؤدي الى ظهوره طبعاً مختلفة عن التاني مم ولو ان في حاجات مشتركة مجنونهم هما الاتنين تمام تمام؟ وده كان كيفية انتشاره بقى؟ يعني نحب بس اول ندي الناس يعني شوية معلوماتك نعم ان الكبد الكبد من ضمن الاعداء المهمة جداً في جسم الانسان الاعداء لا يمكن الاستغناء عنها يعني ما ينفعش انسان يعيش من غير كبد لكن ممكن انسان يعيش بجزء من الكبد الجزء اللي بيقدر الانسان يعيش به من الكبد بيختلف حسب حالة الكبد الوظيفية تمام يعني الجزء اللي يقدر يعيش به الانسان اللي عنده كبد متليف بيختلف عن الجزء اللي يقدر يعيش به الانسان اللي عنده كبد سليم بيختلف عن الجزء اللي يقدر يعيش به الانسان تمام عن الانسان اللي بياخد كيماوي مثلا تمام؟ بدون أخذ في تفاصيل طبية المشاهدين مش هقدر يفهموها نحن عايزين نوصل للماء بطريقة سلسة معلومات مبسطة مبسطة لأي حد من المشاهدين يقدر يستوابوا الكبد بصفة عامة هو زي ما كانوا بيقولونها زي ماين كده هو منقل جسم من السموم من السموم في الوقت يعني الدم اللي بيبقى وصل للكبد دوان كله بيجيله عن طريق الأمعاء الأكل اللي احنا بنكله دوان بيتهضن في الأمعاء وبعدين الجسم بياخد منه الحاجات المفيدة ليه والحاجات اللي هي السمه دي بتعدي على الوريد الكبد البابي تدخل على الكبد تتنقى وترجع بعد كده للدورة الدموية تاني علشان الدم يبتدي يتضخ عن طريق القلب اللي بقيتها عايها جسم مختلفة يعني وهنا تقوم المشكلة ان الكبد ماينفعش عيان يعيش من غير كبد يعني لو عنده وراء مواخد الكبد كله ماينفعش نستقص الكبد وإنسان يعيش من غير كبد لازم يكون في كبد موجود كبد وعيد ده بس طيب ممكن بقى حضرتك تكلم يعني كيفية انتشار الكبد الوبائي وأنواعه ايه هو يمكن حاجة ده السؤال مهم جدا يعني انتشر في الفترة اللي فاتت مصر كلها انتشر موضوع الكبد الوبائي هو بس الفكرة ان احنا عندنا الفيروسات اللي بتيجي في الكبد هو كذا فيروس خطورة الفيروسات دين هي بتعمل تلايو في الكبد والتلايو في حد ذاته هو عامل مساعد لحضوص سرطان الكبد في البلاد اللي زي حالتنا الفيروس سي مثلا فيه على سبيل المتوطن نسبة الإصابة بتاعة الكبد بسرطان الكبد بتبقى عالية بعد سنين طويلة ما بيلحظهاش إلا بعد عمر هنا في النقطة بيه بالذات ان الكبد الوبائي فيه ايه وبيه وسي انا كنت حركة انا خدت الكلامة من على الكلام بس انا بس عايز اقول حاجة يعني ليه دايما سي هو اللي بيبقى اخطر اه اخطر اخطر جدا في مصر هنا بيكلم بنهتم بفيروس سي فيروسات ان الفيروس سي هو المتوطن في مصر لان المعلومة اللي انا عايز اقولها لحضرتك ان الفيروس بي اخطر بي وفيروس بي اه هو المصحب لسرطان الكبد اكتر اكتر من سي يا دكتور اكتر من سي تمام الفيروسات الكبدية عموما هم عبارة خمس انواع من الفيروسات خلاص اللي هو التاب الكبد الوبائي يعني الـ A والB والسي والـ E والD خلاص محدش بيجيب سيرة الـ A والD او دي كده لان الـ A والD عموما فيروسات معتمدة على غيرها يعني دايما العين اللي عنده فيروس سي او عنده فيروس بي تمام بيجي لهم كمان دي معه وجود الاتنين مع بعض بيخلي الموضوع كارثي اكتر تمام خلاص الـ A ما بيسببش تلايفات لي لان الـ A زي ما بيقولوا كده هو فوت بورن يعني بيجي عن طريق الاكل او الشرب بيعمل شوية اعراض الكبدية صفرة الانسان بيلاحظها عليه بدري وبعدين ياخد العلاج ويخف نزيل اطفال اللي بيجي لهم الصفرة دي اتاول ما يتولده ده مختلفة عن كده بس فيه يعني شباب كبيرة بيجي لهم نسبة الصفرة فبيتعلقوا بيها حضرتك لو طلقنا الموضوع الصفرة ده الصفرة ثلاث انواع خلاص احنا عايزين بقى نوضح كل الاجزاء دي كل واحدة بيرقها على حدا استعذلكم بس حالتك ممكن يلخم مدخلات اه طبعا اتوضع اتفاضل اتفاضل ازا ما احنا قلنا الفيروسات عبارة عن اي و بي و سي دول هما التلاتة المنتشرين ايه ما بعملشت الوفاة في الكبد وبالتالي هو غير مصاحب لسرطان الكبد مشكلة البي و السي ان هما بيجوا بيتقسم المراحل بتاعة الاصابة بتاعتهم لتلات مراحل المرحلة اللي بقى فيها اكتف فيرال انفكشن يعني الانسان جاء للفيروس عمل اعراض عنده بس بعد كده بالنشاطة احنا بقى بطريقتها الفيروس موجود عمل اعراض بعد الانسان ما بيخف حقيقة الفيروس ما بيبقاش مشي هو موجود جوه خلايا الكبد في مرحلة اسمها الفترة الخاملة في خلال الفترة الخاملة دي هو بيفضل يبوص في الكبد وخلايا الكبد بيعمل له خمول يا دكتور خلايا الكبد لما بتبوز يا فندم او بتكسر مش بتعمل خمول ولا حاجة بيبتدي الجسم بيعوض الخلايا دي بان هو يعمل تليفات التليفات اللي في الاول دي بتبتدي تزيد تزيد لحد ما التلاويف يوصل لأكبر درجة ممكنة من الكبد يبتدي الوظيفة الكبد تتأثر يبتدي الاعراض بتاعة نقص او بشور الكبد معلش مواطعة بس في معادي معامل اتفاضل يا فندم الو ايو يا فندم السلام عزيز اهلا بيك نعم يا فندم اهلا بيك اتفاضل يا حبيب السلام عليكم عليكم السلامة الله بركاته اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك طب ممكن تواتي التلفزيون بس بسمعنا من التلفون اهلا بيك واقعي ماشا اتفاضل اهلا بيك انت حالك من دولة السودان الشقيقة طبعا اهلا بيك الدكتور معاك فادر اسا للسؤال اهلا بيك اهلا بيك وطاق عندك عزيز ومرايجة عشي ولا عزيز اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك طب استسمع حضرتك بس يعني تيجي في حتة فيها الشبكة كده وحركت عزيز السؤال تاني مازيني في حتة شبكة انت بتقولي حضرتك لا عبدالعزيز حضرتك بتقول اللي انت توصلت مع دكاترة كتير ومش عارف توصل للحالة اللي انت فيها ايه فانت عايز تتواصل مع الدكتور صح الكلام؟ ايه طب انت حضرتك عملت اشعاعات عملت تحاليل قالوا لك ايه التحاليل التحاليل بان فيها ايه او الاشعاعات حضرتك او رام او رام او رام عالكبد اه هاك عندك تلايف في الكبد يا فنن؟ نعم نعم حضرتك عندك تلايف في الكبد؟ ايو كان عند حضرتك فيروس من الفيروسات الكبدية اللي احنا بنتكلم عليهم دول بي او سي والله حضرتك متعرفش ان كنت مصاب ولا لا اكتشفت الموضوع اول ما التلايف حصل ايو ايو الوظيفة يا فندم احنا علشان نقدر نقول لحضرتك العلاج المزبوط لازم نعرف وظيفة الكبد ووظيفة الكبد عندنا بنعرفها من خمس حاجات وظيفة التحاليل اه يعني حضرتك يا ريت تطلعنا على التحاليل بتاعتك لو في اي ارقام من الارقام الموجودة تبعت لنا الاشعاعات او التحاليل بتاعتك على الواتساب واحنا هنشوفها وهنرد على حضرتك ان شاء الله وتابع الحلقة احنا هنتكلم على العلاج بالتفصيل ان شاء الله بازن الله على كل مرحلة من المراحل الوظيفية بتاعت الكبد الارقام يا استاذ عبدالعزيز اللي هتبقى موجودة على الشاشة عليها واتساب حضرتك ابعت التحاليل بتاعتك والاشعاعات ودكتور شريف هيشوفهم وهيرد عليك طيب احنا بنشكرك استاذ عبدالعزيز وان شو على الدكتور تتواصل معاهم على ارقام اللي موجودة على الشاشة احنا هنكمل بالتفصيل على الحالة الوظيفية للكبد وكل حالة وظيفية ايه اللي بالزبط ينفع للعلاج العلاجات المختلفة للسرطان الكبد كل علاج ايه اللي ليه وايه اللي عليه وكل علاج ينفع لمن وما ينفعش لمن بالزبط بس يعني احنا هنكلم في الحاجات دي كلها خلال الحلقة ان شو الله بإذن الله بإذن الله زي ما احنا كنا بنكلم دلوقتي ان في مصر هنا في البلاد بتاعتنا او في الشرق الاوسط عموما البلاد اللي بقى فيها الفيروس الكبد المتوطن دي اكبر عامل مساعد لحدوص سرطان الكبد عشان كده تلاقي زمائلنا واخواتنا واهلنا الفلاحين علشان البلهريسيا زمان وعلشان كمان النظام اللي كان موجود في مصر زمان ان السرنجة كان بيعاد استخدامها او نقل الدم من التالف او عن طريق الحلقة او اي حاجة ده بيجي لهم فيروس سي او فيروس بي وما بيلاحظوش ان هم عندهم الفيروس وبيعيشوا حياتهم طبيعي والفيروس موجود في جسمهم قاعد بينخور في الكبد وبيبوزوا لحد ما يكتشف في الاخر ان وظيفة الكبد بتاعته تعبت فيبتدي يعمل اشاعة او تحاليل يبان عنده الورد خلاص الفيروس ايه زم احنا قلنا مالوش علاقة بسرطان الكبد بيوزيليهم علاقة بسرطان الكبد دول من اكتر الاسباب اللي في البلاد بتاعتنا بتسبب سرطان كبد طبعا سرطان كبد دي اسباب تانية كتير جدا منهم مثلا الكحوليات بس ده موجود في بلاد الغرب يمكن عن البلاد الاوروبية بتاعتنا يعني الحاجة التانية المشاكل بتحصل في القنوات الصفروية القنوات الصفروية زي حاجة يعني اسمها لا هي القنوات الصفروية دي من هلقاش اسماء هي مجموعة قنوات اسمهم كلهم على بعضهم القنوات الصفروية القنوات الصفروية الاساسية السعاب بيحصل فيها تصلب التصلب ده بيؤدي الى السعاب بيطول كمان القنوات الصفروية الموجودة جوة الكبد فبيعمل ورام سرطاني في الكبد الأورام الصراطيناء في الكبد احنا منبسطها للجنهور بس هو الأورام الصراطيناء في الكبد ممكن يكون منشأها خلايا الكبد نفسه ممكن يكون المنشأ بتاعها الخلايا بتاعة القنوات الصفرية اللي احنا نقول عليها يعني جي برضو لها عوامل وراسية برضو يا دكتور القنوات الصفرية والمشيكلة اللي بتحصل فيها فيها جانب وراسي جانب وراسي فيها جانب وراسي وفيها جانب مناعي احنا عندنا حاجة اسمها diffuse sclerosing colongitis خلاص وعندنا حاجة اسمها كوليدوكالسيست الحاجات دي كلها الكوليدوكالسيست دي حوصلها بتبقى موجودة في القناة الصفراوية الأساسية كده دي ضمن العام المساعدة أو اللي إحنا اللي بقى منشوفها في عيام منقول العيام ده ممكن يصاب بسرطان بتاع القنوات المرارية أكتر من غيره كذلك الدفيوز سكلوروزين كونانجايتس أو التهاب القنوات الصفراوية التصلبي المنتشر لأنه بيبقى واخد القنوات الصفراوية الأساسية بياخد القنوات الصفراوية اللي بتبقى موجودة جوه الكبد فده برضو بيزود نسبة حدوث سرطانات الكبد هي مش سرطان في خلايا الكبد نفسه سرطان يعني شخص ده هياك بس مواطع معنا مدخل ألو 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 مسائل خير يا فاند سيارة نور اتفضل حضرتك نتعرف بحضرتك محمد أحمد محمد أهلاً وسعلاً اتفضل نتفضل كنديش في شرار كلا اتفضل حضرتك بالنسبة بالنسبة للكوليسترول بيأثر على بيأثر على حالة الصحية الزي يعني هو أنا هجاوب حضرتك بس هو الموضوع بقى خارج موضوع الحلقة بص يا فاند الكبد اللي هو وظيفة مهمة جداً فيه الميتابوليزم أو الإيد الغذائي بتاع الكوليسترول اللي موجود في الجسم لأن الكبد من ضمن الأماكن الأساسية اللي في الجسم اللي بيطلع به اللي بتصنع البروتينات اللي بتبقى موجودة في الجسم المسؤولة عن شيء للكوليسترول وأن هي توديه للأماكن الطرفية بتاعته الكوليسترول مش ضار زي يعني ده حاجة طبيعية موجودة في الجسم الحاجة الطبيعية دي لها وظيفة الكوليسترول مهم جداً لتكوين العديد من الهرمونات خاصة الهرمونات الجنسية لكن زيادة الكوليسترول زيادة عن اللزوم هو ده اللي خطر الكوليسترول ده حضرتك بيترصب في جدار الأوعية دموية لما بترصب في جدار الأعواء الدموية بيصبب تسلب في الشرايين تسلب الشرايين بيبقى موجود على جميع أنحاء الجسم على كافة الأعضاء الموجودة في الجسم فممكن يعمل مشاكل في القلب لو عمل تسلب في الشرايين التاجية وممكن يعمل مشاكل في الدماغ لو عمل تسلب في شرايين الدماغ وممكن يعمل مشاكل في الأطراف لو عمل تسلب في شرايين الأطراف التسلب اللي بيحصل في الشرايين بيقلل كمية الدم اللي بتروح للعضو ده ومن هنا تيجي المشكلة الكوليسترول لما بيكون زيادة يفندم في الجسم بيبتدي يترصب في أماكن مش المفروض يترصب فيها يبتدي يترصب في جفن العين فيظهر حاجات كده صفرة بتبقى موجودة حوالين العين تمام؟ الزيادة بتاعت الكوليسترول في الجسم هو واحد يشكر أستاذ محمد الأول بس وحركة تكمل معنا أتفضل زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم مش لنسبة تكون كوليسترول بس إحنا الموضوع عندنا بتاعت دهون عموما يعني بيبقى زيادة في كذا حاجة لإما زيادة في الكوليسترول لإما زيادة في نسبة الدهون الثلاثية خلاص؟ لإما زيادة في حاجات تانية كثير بيسببهم غالبا يعني نقص في البروتين اللي بيتصنع في الكبد اللي بيشيل الكوليسترول بيوديه من الأطراف اللي هو الأعضاء بعد ما تستغيل الكوليسترول وتاخد الحاجات المفيدة أو احتياجاتها منه ترجعه للكبد تاني عشان يبتدي يتكسر وتبتدي تتعاد دورة تصنع الدهون الثلاثية الكوليسترول العموما بتصنع من الدهون الثلاثية ده ليه علاقة بالوراثة آه فيه حاجة اسمها فاميليا الهايبر كوليستروليمية عائلات بيمشي فيهم وما بين أفرادهم زيادة في نسبة الكوليسترول بيجي لهم زيادة في نسبة الكوليسترول في سن صغير فيبتدي يجي لهم مشاكل في القلب ومشاكل في الدماغ في سن صغير ويبقى فرض مش فرض واحد في العيلة كذا فرض فلما يبقى عندنا كذا فرد في العيلة في سن صغير جاء لهم مشاكل في الحاجات دي يبقاهم الوراثين بالأخص كمان لو بيبقى عندهم واضح عليهم ترسيبات كوليستيرول زي مثلا في جفن العين دول بنقول إنهم عندهم العلمات زيادة الكوليستيرول مش سفار يا فندم في فرق بين ترسيبات الكوليستيرول بتحصل في جفن العين فبيحصل زي نتوآت لونها أصفر بتبقى موجودة في الجفن اللي فوق نحية الأم في كده خلاص دي موجودة في ناس كتير وحدك لكيست في الشارع هتلاقيها موجودة طب برضو يعني حضرتك يعني تفاهمها لهم برضا عشان كل واحد برضو شايف ابنه أو بنته ياخد باله أو يلاحظ الحاجة دي الحاجات دي ده وصفها علشان تتشاف وتتعرف لازم صورة تبين الشكل ده بتاعها بقى شكله عامل لكن لو حضرتك بتسأل بالنسبة لموضوع الحلقة هل زيادة الكوليستيرول اللي بتبقى موجودة في الجسم بتسبب سرطان في الكبد لا هي ملهاش علاقة زيادة الكوليستيرول والدهوم في الجسم وعموما الدهون دي بتتخلخل ما بين خلايا الكبد وبعضه وبتعمل لنا حاجة اسمها فاتي ليفر أو الكبد الدهني الكبد الدهني لو نسبة الدهون فيه عالية زيادة عن اللزوم يؤثر بالسلب على وظيفة الكبد معاليش فاضل معالي بسم الدخلة علو أيها السلام عليكم وعليكم السلام عليكم مدام عنيات ازاي حريك؟ ازايك يا دكتور اتفضل الدكتور معي اهلا بيك معك عاليات الصافي اهلا بسهلا بيك اتفضل دكتور خدت الحجن بتاعة الفيروس مرة يا مرحبا بحضرتك مرحبا بيك يا حضرتك مرحبا بيك يا فهلا خدتني حجن الفيروس وما نفحش وما راحش وخدت رجحت تاني خدت الحبوب في 2015 اتفضل وعند تدخم 3 سنت في الكبد تمام اه الحل اخد له اه طيب الدكتور مع حضرتك هيقول تفضل الدكتور موسيا فاندم هو حضرتك عندك الفيروس اه الفيروس اللي عند حضرتك في الكبد ده وما اثر ازاي على الكبد عامل تلايف اللي مش عامل ايه؟ انا عندي دهون لسه الفيروس راح بس انا عندي دهون وتدخم في الكبد 3 سنت اه لسه حديك ايلة من شوية بزبط ان الانترفيرون او الحقن اللي حضرتك خدتها اخدتيها ما عملتش نتيجة الحبوب الحجر خدتها ما عملتش حاجة طيب ورجحت خدت الحبوب تاني الكبد في تلايف تراف الفيروس بس لسه باجي تدخم 3 سنت ودهون الدهون اللي على الكبد دي يا فاندم حديك محتاجة تاخدي ادوية لتنقيص نسبة الدهون في جسمك وتزبطي الاكل بتاعك بحس ان الدهون فيه ما تبقاش كتير وتاخدي ادوية اسمها ستاتنز خلاص هيك ممكن تتابع مع دكتور جهاز هبمي دكتور جهاز هبمي هيكتب لحضر اولا هيعمل اللي هو بروفايل للدهون اللي موجودة عند حضرتك نشوف انهي نوع من الدهون اللي عالي بالزبط بشكرك عشو زعنيات هل هو الكوليستيرول ولا هو الدهون الثلاثية او غيرهم ونبتدي ندي حضرتك لعلاجات اللي بتقلل الدهون الموجودة في الكبد بس حضرتك لازم تتابع هل الفيروس اللي كان عنده حضرتك ده عامل تلايف ولا لا ووظيفة الكبد دلوقتي اخبارها ايه خلاص دكتور هو التدخل الجراحي دلوقتي المستخدم لعلاج سرطان الكبد بوسي فانهم هو احسن علاج جراحي لسرطان الكبد الناشئ عن التلايف هو زراعة الكبد بس للأسف زراعة الكبد مش متاحة لكل الناس ونسبة النجاح في قد ايه زراعة الكبد في البلاد اللي بتعمل زراعات الكبد هيلة كويسة جدا بشرط انه يكون الاحتياطات متاخدة العيان يكون سنه كويس حالته الصحية تسمح حالة الموع من اللي عنده يسمح اكمل لحضرتك تمام يكون الكبد اللي هو واخده او المتبرع اللي هو جايب منه احنا عشان نزرع اعضاء عموما سواء كان كبد او كلا او حاجة اللي لازم نعمل ماتش اللي هو تطابق بالبلد كده يعني التطابق ده بيكون على مستوى الخلايا لو التطابق موجود كويس الزرعة اللي احنا هنزرعها دي طالما اتعاملت بطريقة صح بتنجح وبتبقى هيلة لو التطابق ما كانش كويس اكيد الزرعة اللي احنا هنعملها دي هتفشل الفشل بتاع الزرعة او العضو المزروع ده بيكون ثلاث انواع لاما فشل وقتي يعني انا في العمليات حصل وانا بزرعها عارف ان خلاص جهاز المناعة الفشل بتاع الزرعة اللي احنا بنزرعها دي بيكون ناشئ من جهاز المناعة المناعة بتشوف الكبد اللي جاي من حد تاني ده جسم غريب فيبتدي جهاز المناعة يهاجم هذا الجسم الغريب يقوم يقضي عليه او يموته ممكن يحصل في خلال ساعات من زرعة جوه العمليات او بعد العملية في خلال اسبوع ممكن يبقى بيحصل قطو ست شهور وسنين من تاريخ الزراعة خلاص؟ تمام؟ ده الحل الامثل لسرطان الكبد الناتج من التليف لكن طبعا مش كل الناس متاح بالنسبة لانها تزرع كبد وزراعة الكبد مش حاجة سهلة هي حاجة مكلفة جدا جدا وحاجة بتحتاج ان انا يكون عندي تطابق زي ما قلت لحضرتك الكبد اللي احنا بنجيبه من الناس عشان يزراعه في بني ادم بيبقى نوعين دي سيز دي يعني ممكن ييجي من واحد متوفي حادثة هو بناخد منه اعضاء معينة علشان نستفيد منها البشر عايشين او يكون احد اقار بالدرجة الاولى او اي من ادم طبيعي طبعا مسواء وده دكتور دون حاليا متوافر بيحصل؟ متوافر في مصر بس يعني مش للدرجة هو حتى في العالم كله في قوايا منتظارة عنيفة للناس اللي محتاجين يزراع في الكبد لان بتوع الاورام مش بس هما اللي بيزراعوا كبد الناس اللي عندهم تلايف مراحل متأخرة حتى لو ما عندهمش اورام الكبد بتاعهم بيبقى منتهي وحالة الصحية لا تسمح بتدخل الجراحي لا تسمح بتدخل الجراحي ولا تسمح بان العيان دي يعيش به كده خلاص؟ فبنتطلع ان احنا نزرع له ايه؟ نزرع له كبد فالموضوع ما بيبقاش متاح لكل الناس دكتور ما عليش عاركوك تقول لنا العلاجات الموضوعية من السرطان الكبد هو انا بس اكمل حضرتك الحل التاني بقى ان احنا عندنا ما يكون عندنا سرطان في كبد بنعالجه بتلات حاجات لا اما العلاج الجراحي لا اما حقني كيماوي في الشريان الكبدي لا اما التردد الحراري خلاص؟ العلاج الجراحي بينفع وذين لمتس يعني لازم يكون انا عشان اقرع عن العيان ده وانا هيعمل علاج جراحي لازم الجزء اللي انا هشيله ده انا شيلت جزء خلاص؟ تمام الجزء المتلقي من الكبد في جسم الانسان يكون يقدر يكفي احتياجات جسم الانسان تمام خلاص؟ ما بين الإنسان السليم اللي أنا أشيله ورن في الكبد وعنده كبد بقيته سليم الإنسان اللي عنده كبد متلايف وعنده أوران في الكبد أو الإنسان اللي هواخد علاج كيماوي لأي سبب من الأسباب المفروض إن أنا الإنسان السليم أقطه 30% من الكبد يعني أنا يقدر يعيش بيهم أو بمالع صح أقدر أشيل من الكبد ده أقطه 50% المتلايف أنا ما أقدرش أشيل منه أكتر من 30% وال70% يكونوا موجودين الإنسان اللي هواخد علاج كيماوي بيبقى 40% قدر أشيري 40% من الكبد والباقي قد الوظيفة بس الباقي علشان يعرفي قد الوظيفة كويس أنا مقدرش جازف لازم أعمل تحاليل وفحصات بتقول إن الجزء الواقي من الكبد ده وظيفيا إحنا عندنا الجزء المتبقي ده بقسه بطريقتين طريقة تشريحية يعني الجزء ده قد إيه من الكبد الموجود الطريقة التانية طريقة وظيفية يعني لو قلت مثلا إن أنا أقدر أسيب في الأشيل من العيان ده ونقبته مثلا 50% الخمسين في المئة التانيين دول يعني حيائشهم قد إيه لكن وظيفيا الله أعلم تختلف من إنسان للتاني فبنعمل ديناميك ستاديز أو دراسات وظيفية للكبد بتحدد لنا الجزء المتبقي من الكبد ده هيقدر يكفي الوظيفة بتاعة الاسم ولا لأ بعد كده نتوكل على الله سبحانه وتعالى بس العلاج الجراحي مش متاح لأنه ما يكون عندي ورم واحد حجمه أقل من 5 سنتي أقدر أعمل علاج جراحة عندي أورم متعددة متفارقة فأنا حق مختلفة من الكبد أنا مش هقدر أعمل علاج جراحي لأننا هشيل حتة هنا وهشيل حتة هنا وهشيل حتة هنا الحاجة التانية الوظيفة بتاعة الكبد نفسها ممكن ما تسمحش بأننا أعمل هذا الإجراء خلاص أو إننا هكون هشيل فص كبير والجزء المتبقي مش نافع أو عندنا ورم متفشي يعني عندنا ورم أكبر من 5 سنتي ده مش بس أكبر من 5 سنتي كمان عندنا الوريد الكبد البابي وعندنا غذة لنفاوية وعندنا 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 فالعيان دوا ما بينفعش مع الجراح عموما إحنا في الأورام علشان نعالج عيان بنعالجه ستيج باي ستيج أو مرحلة بمرحلة مرحلة مرحلة للورم بتعتمد على 3 حاجات حاجة اسمها تي إنام يعني الورم نفسه اللي هو مكانه الغدد للنفاوية المصاحبة للورم وهل الورم ده منتشر لحاجات تانية ولا مش منتشر لحاجات تانية خلاص العيان اللي بيبقى عنده تليف وحالة احنا بنقس وظائف الكابب برضو بخمس عوامل بيتحدد على أساسهم حاجة اسمها تقسيمة كده بنقول مثلا A و B و C كلات تقسيمات اهو بنقول أنا أقدر أعمل جراحة للعيان لتشايلد A وبداية تشايلد B ومقدرش أعمل جراحة للعيان اللي وظيفة الكابب بتاعته تشايلد B و تشايلد C اه متفهمنا حضرتك ايو ايو تمام انا بس كنت عايزة أقول لحاجاتك ممكن هكمل بس حاجاتك انا بس عايزة أقول لحاجاتك مش من قطع حضرتك هي الفكرة كلية احنا عايزين ومستدام مشاهدين يستفيدوا بقدر كافي احنا عندنا سئلة كتير وعندنا على الفيسبوك وعندنا مكالمات للإشعاد فأيزين يرد عليهم فأحنا عايزين بس ايه باستفادة في نفس الوقت لا يا زيك مش من قطع حضرتك هلو طيب هو الخطة أتى بس تأسازنا حاجاتك ان شاء الله بعد الفوصل حاجاتك بدنا عاجز فوصل ولا توصل ان شاء الله ورجعنا لحاجاتكم من جديد دكتور كنتم بقول لحاجاتك حاجاتك تقول لنا إيه العلاجات الموضوعية بالنسبة للسرطان الكبد العلاجات الموضوعية زي ما احنا قلنا غير العلاج الجراحي العلاج بالتردد الحراري والحقن الكيماوي بالشريان الكبد بس الده برضو بيعتمد على وظيفة الكبد العيان اللي صحته العامة ما تسمحش بإجراء إجراحة والورم بتاعه ينفع يستقصل أو حالة الكبد بتاعته اللي هتسمح بإجراء إجراحة بس الورم بتاعه ينفع يستقصل وينفعله على إجراحه بس حالته الصحية العامة ما تسمحلوش ما تسمحلوش البديل بتاعه التردد الحراري التردد الحراري ده بيبقى عبارة عن إيه دكتور فاندم التردد الحراري دي عبارة عن إبرة من اسمه كده بتولد ترددات موجات فوق الصوتية بتولد حرارة الحرارة دي كلها بتموت الخلايا بتاعة الورم زي أجهزة الليزر كده لا مش جهاز ليزر يا فنديم هي عبارة عن حضرك إبرة كده بتدخل جوه الورم بتفرش زي أمبريلا شمسية جوه خلاص الشمسية دي بيدخل فيها موجات فوق صوتية بتولد حرارة الحرارة بتموت الخلايا بتاعة الورم من هنا بقى هي إبرة بتولد حرارة فما ينفعش استخدمها لو الورم جنب وعاء دموي كبير آه خلاص ما ينفعش استخدمها على الأورام السطحية اللي بتبقى موجودة على الكابسولة بتاعة الكبد أو قريبا من الكابسولة نسبة نجاحة قد ايه دكتور لو الورم تلاتة سنتي وينفع على الورم جراحة التردد الحراري نفس النجاح بتاعه نسبة النجاح بتاعه زي العلاج الجراحي بالزبط بيقل الموضوع كل مزات حجم الورم لو عدى عن خمسة سنتي أنا مش بينفع معايا من الأساس التردد الحراري آه برضو ما قلت ليش نسبة نجاحه قد ايه ما أنا قلت لحضرتك نسبة النجاح التردد الحراري بتعتمد على حجم الورم الأورام التلاتة سنتي أو أقل نسبة النجاح بتاعه لعلاج الحراري التردد الحراري بتبقى زيها زي الجراحة بالزبط كأنني عملت جراحة كم حالة عالكتها ونجحت معاك بالتردد الحراري لو الورم حجمه 3 سنتي أو أقل لنسبة النجاح بتبقى 100% بيموت الورم ويبقى كويس جدا كأن الإنسان عمل جراحة بالزبط والحالة الصحية بتاعة المريض بتبقى كويسة جدا حتى لو العيان صحيا يقدر يعمل عملية لأن نتائج التردد الحراري والجراحة في الأورام اللي 3 سنتي أو أقل زي بعض كل ما بيزيد حجم الورم كل ما كفاءة التردد الحراري بتقل والعلاج الجراحي بيكون أفضل أفضل منه الحقن الكماوي في شريان الكبد فكرته من اسمه بعمل حاجتين أي ورم موجود في الكبد ليه وعاء دمه وبيغزيه فكرتي من الحقن الكماوي إن أنا بحق المادة بتعمل تجلط أو بتقفل للشريان اللي بيغزي الورم ده الحاجة التانية الورم ده بس الحاجة التانية بحقن مادة كماوية المادة كماوية دي بتبقى دخلة جوه الشريان اللي بيدي الورم ده فبتبقى مركزة على الورم نفسه فالورم بيبتدي يموت التردد الحقن الكماوي في الشريان الكبد دي بيقى حاجات كتير أنا ممكن أحقن مادة كماوية بس ممكن أحقن مادة مشعة زي هو مش علاج إشعاع هي مادة مشعة خلاص مادة مشعة بتمويت لخلال الورم بتدي الإشعاع لخلال الورم نفسه المادة الاسمه هي تيريما خلاص في حاجات تانية يعني بتتحقن يعني أنا عارف حالك 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 مبصطة كبيرة بس طبعاً لدينا حالك البنالك بس أنا كنت عايز أسعى حاجة سؤالة هو مريد الكبد ممكن ياخد تطعيم وقائي ضمن الأمراض هياخد تطعيم وقائي ضد إيه بالذات؟ الأمراض عما تانية عموماً أنت ما فيش أي موانع للتطعيمات في مريد الكبد عموماً يعني هو دايماً بيقوله في حساسية كده من مريد الكبد وحاجات تانية زي بتاع السكر حالة مريد الكبد بسبب الكبد الباباء اللي عنده تلايوف عنيف أو بسبب الكحليات أو بتاع حالة الكبد الصحية بتاعته بتأثر على جسمه كله بس دا مش موضوعنا طبعاً لأن الكبد بيأثر إزاي على الجسم كله طبعاً عندي السؤال برد يا دكتور من يوم لاستسأى مثلاً بتلاقي بطنهم كبيرة كده وفي بطنهم مياه وبطنهم متاع بالمناسبة الوجود المياه جوه البطن ده يعني أو يتعارب مع إجراء جراحة ويتعارب مع إجراء تردد حراري وجود استسأع عنيفة بالطريقة دي بتقولي أنا حسب التشايلد اللي أنا قلتلك عليه لأن حالة الكبد متأثرها بشكل عنيف وما ينفعش معها حاجة وده يبقى يعني طبعاً بعد رب ناس حالاً متعالي قردته العيانين دول حتى لو عندهم أورام في الكبد هم مش بيموتوا من أورام الكبد هم بيموتوا من الفشل للكبد الفشل أعم هسأل باخر ريتاك سئول فضل يفعل التضخم بتاع التحال ليه علاقة بالتلايف بالكبد عموماً يعني أه طبعاً من أهم أسباب تضخم التحال هو مع أن التحال في جنب يعني بيتهيق لي في الجنب الشمال والكبد في الجنب اليمين دي تأثير رجعنا للتشريح أنا بس كنت عايزة أقول الحركة حاجة برنا الموضوع الأستاذة نجلق ما شاء الله مع الدكاتلة دايما بحيث أنها دكتورة يعني في اليوم ما شاء الله أنا بحبا يا محمد أنا معايز الظبط أصلي الكبد أنا أعرف الكبد في اليمة اليمين والتحال في اليمة الشمال بيأثر لأ أنت هاتغلطني دي تضخم التحال بيأثر فعلا على الكبد؟ مين بيأثر على مين بالزبط؟ تضخم الكبد بتليف الكبد بتليف الكبد وبالمناسبة بس عشان معارفين بس في البداية الكبد الناس اللي بيبقى عندهم تلايف دول في البداية الكبد بيبقى موت تضخن سواء باللتهابات وأواء وبتاعه لما بيبتل يحصل تلايف عنه في الكبد بيشغر جمد جدا في الحجم في الحجم بيبقى أصغر من الحجم بتاع الإنسان الطبيعي الحجم الطبيعي بأبعاد يا فن بإيه؟ أبعاد 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 حسب جسم الإنسان؟ مش حسب جسم الإنسان هم دي؟ بنقسها في الأشاعة بأبعاد معينة في الأشاعة يعني لو الأبعاد دي زادت عن الأبعاد دي لو حجم الكبد زادت عن الأبعاد دي بنقول الكبد ده متضخم لو الأبعاد بتاعت الكبد قلت عن الأبعاد دي بنقول الكبد ده شرنكم يعني ضامر الثامر التلايف في النهاية بيعمل ضمور في الكبد الفكرة كلها زي ما قلت الحضرية تكيسمه تلايف التلايف ده يعني فيه ألياف أو فيه تكوين تلايفات حوالين الخلايا بتاعت الكبد الخلايا بتاعت الكبد ما بينها وبين بعضها فيه تراياد أو حاجة ثلاثية كده بيبقى فيه الشريان اللي بيغزي الكبد وفيه الوريد الكبد البابي وبيبقى فيه كمان القناصة الفروية خلاص؟ لما يبتدي يحصل تلايفات في الأماكن دي أو في الفواصل دي أستسمي حالك بس معين دخل ألو؟ ألو؟ سلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام أنا حاجة زيك اتفضل الله يبارك فيك والله عودة تقاتل الدكتور اتفضل ممكن حتى تقوليني الاسم بس عشرة صالحة مرئيب أستاذ سعرشف أعلم بحضرتك اتفضل الدكتور معاك والله عودة تقاتل الدكتور أنا جاء الصدري كان تعيبت شوية والنفس تعيب شوية داية كده النفس كان يعني ما أخذ نفسي بالعافية ورفت سألت يعني على الدكتور الجانب روسل فالقصور صادر خلاني عملتين شاعة الأشعة أثبتت أن عادرت القلب دعيفه تمام فهو أعطاني علاج أعطاني عرض محتروعة بالشام فالشام عمل تورب في القدمين وتورب في الزراعين والسهاب في الشفاية واللساة فأنا اتبهت بالثاني الجانب هو دا الدواء اللي هو بتاع عضل عشان عضل في القلب فطبعا الدواء دي أنا أوقفت لأن رجلي ورق الزراعين ورق الزراعين فأوقفت العلاج فأمش عارف أعمليه بس بعدما أوقفت العلاج أقول لك على نوع رلاج جديد في القلب في الشام اسمها السلسان اللي هو سيتوفاز اسمه يفنن سيتوفاز 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 لعلاج القتطاع ضغط الزن والسكتة الجلبية والدمغية وفذلك النشر بتاعك في حاجات مخيفة جدا مكتوب فيها الحاجات دي اللي هو يابل طهارهم في القرمين والزراعين والشبايك واللسان والدهاب في اللي دا كل دا حطر عقل ديان دي طيب هو لو حضرتك بتاخد دوا وحصل عند حضرتك مضعفات من الدوا دوا حضرتك ممكن توقف الدوا كل أيها ديب أنا وجدت وبعدين عطيب كمان بالشام لتنزيل للمية ياما روح فلو عشان الورب السجمين وفيه جمي فيه شوية المية على الرأسين وعطيب ضعيفة عطيب تاني بالشام للمدر للفور وبالشام تاني برضو كله وفيه عرض جنبية جنب ددا وتطلق الشراعين وحاجات كبيرة دا اللي جد الحاجات اللي مكتوبة وكيف حصلت عندي فأنا بعد ما أوصفت الألاجة بيجي ثالث يوم دي الوقتي رجلت 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 من غير ما أخذ حاجة والورا ما راح وكل حاجة راحت تمام بقول لحالتك عند حالتك مثلاً لازم أخذ العضل في القلب دي حاجة يعني لازم أخذ العضل في القلب حاجة أو أن أروح للقصوب تاني أو أن أعملها بالوقت أشكر حضرتك أستاذي حدك يعني حدك طبعاً ركتوكسيتو هو الموضوع بس فكرة برا محتاج يرجع لدكتور القلب بتاعه تاني أكيد وأي عيان بيحصل له مشاكل من أي دوب ياخده ممكن يكون عنده حساسيات ضد المادة الفعالة المجولة في قلب الدوة فالمفروض يوقف الدوة دا وينيكمل على داوة تاني تماماً وده دكتور بالنسبة للحركة بتقوله ممكن مريد الكبد يجيله أرق أو يعني يجيله يعني إزاي التشنجات كمان ممكن هو مريد الكبد ما بيجيلهش تشنجات ولا حاجة بس هو الكبد في المراحل المتأخرة بتاعته الكبد مسؤول عن الإيد الغذائي بتاع الأمونية تماماً والأمونية لما بيحصلهاش إيد الغذائي كويس بترجع في الدورة الدموية التانية بتأثر على خلال نخف بتعمل كومة 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 يعني غيبوبة خلاص في حاجة اسمها الغيبوبة الكبدية هو ده التفسير بتاعها خلاص الأمونية عموماً بتتكون فين أموني من ضمن الحاجات اللي بتكونها للأمعاء يعني دكتور أنا برضا عايزة أسأل سؤال كده مريد الكبد ممكن يقوم بعمل رياضة أطبع يا فندم مريد الكبد زي إيه إنسان طبيعة تاني يعني المجهود الزيادة عليه مش غلط هو أكيد لو بصي المريد الكبد ده لو حالة الكبد بتاعته سيئة هو الحالة الصحية العامة مش هيقدر يتحرك فهو مش هيقدر يمارس الرياضة فإحنا ما بنطلبش أي بني آدم يعمل حاجة فوق طاقته لكن احنا بنطلب أن هو يتحرك إذا أمكن لو قدر مش لازم يلعب رياضة يعني عنيفة أو حاجة بس لو قدر يتحرك يتحرك ده أكيد هيفيده يعني دكتور هل يفقدر استأثار التحال وهو موجود مع الكبد هو التلايف بتاع الكبد نرجع للسؤال اللي إحنا كل بنجاوبه التلايف بتاع الكبد يؤدي إلى تضخم في التحال وليس العكس يؤدي إلى تضخم التحال تلايف الكبد يؤدي إلى تضخم في التحال مدام نجلأ سألتني إزاي الفكرة كلها أن الوريد اللي بيغزي التحال أو بيجيب الدم من التحال علشان يرجعه تاني هو بيصب في الوريد الكبد البابي الوريد دوان مع الوريد اللي جاي من الأمعاء الدقيقة بيكونه مع بعض الوريد الكبد البابي فلما بيحصل طلايف في الكبد الدم بتاع الوريد الكبد البابي ما ببقاش سالسن في أن هو يخرج من الكبد كويس فيبتدي يرجع تاني الرجوع الدم دوان في التحال بيسبب تضخم في التحال إم تشير التحال دوان إذا كان مسبب العام مشاكل استأذنك يا دكتور معنا اتصال ألو؟ ألو؟ أيوه مسائل خير يا فندم تفضل مين معنا؟ مساء النور لو سمات حضرتك كان دلوقتي مراتي عندها ارتجاح في السمام النترالي طب مع حالتك تعد اللي تسال تاني؟ حالتك كان سمعته؟ آه مبارة موضوع الحلقة مبارة موضوع الحلقة؟ معلش ممكن نفسة بسيطة بس أنا أنا مش طبيب قلب بس أنا ممكن نفيه تحضرتك بالمعلومات حضرتك خصص قلب؟ آه طبعا السمام النترالي لا أنا معرفش أنت دكتورة السمام المترالي أنت دكتورة أنا بشهد لك يعني الدكتور طبعا الشريف وكمانا يا دكتور فهد وويوي لا ما شاء الله عليك السمام المترالي ده في القلب فهو السمام المترالي ده السمام الموجود ما بين البوتين الأيصر والأوزين الأيصر لما بيبتدي يحصل ارتجاع فالأوزين الأيصر هو بينقبض كده هو جزء كبير من الدم بتاعه بيرجع للأوزين الأيصر في بيبتدي يكبر الأزين الأيصر الدم دواً كمان بيقوم يزود الضغط على الرئة في بيبتدي يعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي ويبتدي يعمل بعكاة ديء في التنفس ومشاكل لا حصرة لا ولا عدد إذا فشل النحية الشباب من القلب بعض فترة كبيرة بيفشل النحية اليمين من القلب وبيحصل فشل قلب كامل ويبتدي الإنسان يورم النحية اليمين من القلب هي اللي بتستقبل الدم من جميع أنحاء الجسم يبتدي بعد كده يحصل بس تشكه الأساسية اللي عنده ارتجاع شديد في السمام الميترالي ما بيتعالجش أنه هو بيحصل له ثعوبة في النفس وبيق في النفس تمام ومشاكل تانية كتير فطبعا أنا بنصح المريض أو زوجته أنه هو يتابع مع دكتور قلب كويس ولو محتاج علاج يتعالج طبعا طيب سؤال برضو عندي بعد إذنك يا محمود ما أني محمود مش عارفة في إيه لا لا خالص بالوقت المرأة اللي عندها الكبد وفي حالة متأخرة أو في حالة يعني ما بين كده وما بين كده ده بيسبب في انقطاع الدورة الشهرية عندها ده لي علاقة ببعض عموما الدورة الشهرية علاقة بالهرمونات خلاص من ضمن الحاجات اللي كانت بتتصنع في الكبد بيبقى ليه دور كبير فيها هو مش هيحصل لها انقطاع في الدورة انقطاع الدورة ليه علاقة بالموبايل بس الحالة الصحية السيئة بتاع البني آدم ممكن تعمل خلل في الدورة الشهرية أيها طيب شكرا يا دكتور أهلا دكتور أستاذ الحالة بس معنا اتصال تفضل يا فاني هلو أستاذ حسيام أيوة أهلا بيكو أستاذ حسيام أهلا أيوة يا فاني محضرتك ماشي دكتور بس الحالة ممكن تقول لنا هل المريض اللي العلاج الكبدي المتليف ممكن نيجع سليم لأ صعب نهائي مستحيل نهائي ومستحيجي مستحيل ما بيرجعش سليم يعني بالعلاج تليف غير قابل للربوع احنا كل اللي بنقدر نعمله في الناس اللي عندهم فيروس سي أو بي قدى إلى تليف الكبد ان احنا نوقف التليف ميزتش ونحافظ على وظيفة الكبد ونحاول نحسنها وظيفيا لكن التليف ما بيرجعش ماشي هستأذنك لا دكتور هستأذنك أنا أجلاء هتطلع فاصل هتطلع فاصل بس أنا اللي هرجع بعد الفاصل عشان عندي السؤال مهم جدا لا هرجع بعد الفاصل بعد الفاصل بعد الفاصل إن شاء الله هتطلع فاصل هتطلع فاصل هتطلع فاصل gleكبي هلا لا لا ما بنساش حاجة أنا أقول بقول لحضرتك يا دكتور ممكن يختلف مرحلة العلاج في المراحل السنية لا يعني بتبقى هي هي مراحل العلاج اللي احنا بنقودها هو مش مراحل العلاج هو أنواع العلاج أنواع العلاج بتتحدد حسب حالة الكبد حالة العيال الصحية وحالة الورن الصغير في السن لو حالة الكبد عنده كويسة أكيد هو صحيا يستحمل بس الاستجابة يعني للأعمار يعني الأعمار الصغيرة الاستجابة فيها بتبقى أقوى من الأعمار الكبيرة هو ما هو الكبد من غير تلايف قليل في السن الصغير ما عدا الناس للسيدات بالنسبة للسيدات حبوب من الحمد من ضمن العوامل المسببة لظهور أوران في الكبد آه والله على المدى البعيد لا تفسير طبي أعتقد من السادة المشاهدين مش هايبوه مهتمين يعرفوه قوياني يعني لشان هو تفسير لا معلش يا دكتور ممكن لا هو مش تفسير طبي أنا أسف أنا لا يعني حركة لا فهم آه يعني هما يكتزوه ممكن حد ما ببقاش فيهم الأورام اللي بتظهر في الكبد ما بتبقاش أورام سلطانية أولاً بالنسبة للحبوب من الحمد بيحصل حاجة اسمها هيبات سللر أدينومة آه إن الإستروجين أو بوجسترون اللي هي الحاجات بتاع الحبوب من الحمد دي كلها بتأثر على خلال الكبد بتعمل فيها زيادة في النشاط الزيادة اللي في النشاط ده بيؤدي إلى تضخم خلال الكبد أو بيهزر فيها ورم حميد آه بس هيبات سللر أدينومة دي مشكلتها الوحيدة إن هي بتبقى سعاب بتنزف بتنفجر لوحدها وتنزف آه تؤدي إلى نزيف قد يؤدي إلى الوفاة آه خلاص فطبعاً السيدات اللي بيأخدو حبوب من الحمد كتير جداً ده من ضمن الحاجات طيب والحؤن اللي بيأخدوها دي المناء الحمد برضه أين اللي حؤن من الحمد يا فإن؟ برضو الحؤن والحبوب وكل ده هي عامل مساعد عامل مساعد عشان بكلام بобрير واضح مش كل السيدات اللي بتاخد حبوب من الحمد لا برضو عشان الناس برضي تاخد بالها حضور من الحمل اللي هي مشكل كتير جداً ممكن نبقى أن يعمل عليها حلقة لوحدها حضور من الحمل مشاكلها لحصولها ولعلها ما إحنا قبل كده تكلمنا عن عموماً يعني هي من ضمن عوامل المساعدة على حدوث سرطان السالية هو دكتور أنا محارتك طبعاً يعني طبع حالك بتشرفنا كتير وإن شاء الله نتوصل في الموضوع ده بعدك بس خلينا في الموضوع الحالة حالك كنتم تتكلم بس أنا بجاوب على المدام نجلاء السن الصغيان معناها أن صحياته غالباً متبقى كويسة لو حالة الكبد العامل متبقى كويسة فهو ممكن يقدر يستعمل عليها مجهز المناعي حضرتك برضو قلت ليه شرط أساسي مهم جداً معلش يا دكتور هو كان في حاجة شارب عسل النحن طبعاً الكلام ده احنا بنسمعه بس ده سؤال برضو من ديني الناس على الصفحة بدي يا زي بدي أنا لا أعترف بالطب البديل لا أعترف بالطب البديل ولا أنكر أن المكونات الموجودة في الطبيعة مهمة جداً بس المكونات الموجودة في الطبيعة عشان أقدر أعمل منها علاج ده بيتعمل في المصانع يعني أجيب المادة الخام دي أخذ منها المادة الفعالة أحطها في كابسولة يعني عسل النحلة ده في مادة معينة مثلاً هتستخدم في علاج مرض النظر بقى هتستخدم في علاج مرض معين هأكل لتنين كيلو تلاتة كيلو عسل يعني أنا ممكن أحط لتنين كيلو تلاتة كيلو عسل المواد بتاعتهم دي كلها اللي هو المادة دي بتركيز صغير قد كده في حباية واحدة أنا بس سألت حالك السؤال ده إن في بعض ناس تانية يعني طبعا ما احترام للجميع يقول لك التب البديل أنا بقول على الهواء أنا لا أعترف بالطب البديل ولكن المكونات التبعية دي أكيد بتفيد البناء ده العلاج الأكل الصحي مادة فعالة مسبتت معملية وزكر في القرآن تقرب يعني بعض الحاجات هو ربنا سبحانه وتعالى ما قال فيه شفاء للناس معناها أنه فيه مواد فعالة بتؤدي إلى الشفاء من عديد من الأمراض أنا مش بقول ما تاكلوش كله بس أني إنت هتيجي تقولي أني عسل للنحل ده هو ده اللي هيخففني من سرطان للكبت الكلام ده مرفوض تماما يعني بيكون أنا عادي بيعمل حاجة العلاجات الموجودة اللي إحنا بتستخدمها دي كلها فئة كتير جدا ومعظمها طالعا من حاجات طبيعية المادة الفعالة بتاعتها أو المواد الخام بتاعتها طالعا من حاجات طبيعية خلاص فأنا أخذ الحاجة طبيعية بس أنا محتاجها بتركيز معين فبدل يعني لو حاجة التركيز اللي أنا عايزه منها يخليني أكل مثلا ثلاثة أربعة كيلو من مادة ثم ما طبعا أنا بجمع المادة الفعالة دي يحطها في أرس واحد وأخذ الأرس ده وإنت عايز تأكل كل عادي زي ما أنت عايز معلش يا دكتور فيه سؤال على الصفحة بس معلش فيه سؤال على صفحة بيقولك لو في ورن في القولون وبيعت سنائيات للكب حجمها أصغر من ثلاثة سنتي ينفع معها التردد الحلاري والحلار دي بتاخد كماوي حاليا بياخد كماوي يا دكتور العاجة الأمثل للأورام طيقة القولون المنتشرة في الكبد إنه هو يبتدي بالعلاج الكماوي في الأول خلاص بعد كده بنشوف الاستجابة بتاعة الورام طالما هو مش مسدود طالما العيام مش مسدود يعني بيدخل حمام وبيعرف يتبرز الحاجة التانية طالما هو ما بينزفش خلاص كده بياخد كماوي نشوف بعد كده الاستجابة بتاعة الكماوي لأورام الكبد لو أورام الكبد بتقل في الحجم وحجمهم وأماكنهم وعددهم أماكنهم دي معناه موجودة في فص واحد ولا فصين حجمهم هل هو حاجة كبيرة كده واخد فص كله ولا حاجة صغيرة زي اللي هو بيقولها كده تلاتة سنتي تمام تمام عددهم ممكن يكون الكبد فيه أكتر من خمسة أو ستة متفرقين على نحية لمين وعلى نحية الشمال أحنا زي ما احنا قلنا ما ينفعش نشيل الكبد كله صح؟ أكيد طبعا قبل نشوف يعني جزء فوقت ما يستجيبوا للعلاج الكماوي وأقدر أشيلهم أحسن علاج لسنويات الكبد هو إجراء العلاج الجراحي تمام إجراء العلاج الجراحي بنعمل حاجة اسمها بارينكام سبيرنج ليفر سكشن إن أنا في الناس اللي هم منتشر عندهم الأورام بالذات من القولون لازم أحافظ على كل زرة سليمة من الكبد علشان العين ده وارد ممكن يظهر له أورام مرة تانية وتالتة وربعة تمام في قلب الكبد بس أحسن علاج ليهم العلاج الجراحي إذا لم يمكن العلاج الجراحي بنعمل تردد حراري والعلاج الجراحي هنا بتقسمنا حاجات كتير ساعات الأورام اللي عندي دي أنا ممكن أستقصلها على مراحل أنت فاهمني حضرتك بس أصيلها على مراحل يعني أستقصل الحاجات الكبيرة اللي موجودة في الأول وبعدين الكبد مستو ربنا سبحانه وتعالى تنهيب فيه إنه أنا ممكن لو قفلت الوريد الكبد البابي بتاع فص معين الدم كله لما يرحل الفص التانية يحصل فيه تضخم التضخم ده معناها إن الحاجات السليمة الكبد السليمة هي أكبر فلو كان الحجم اللي أنا كنت أسيبه في العين ده غير قادر أو غير قادر على إجراء وظيفة الكبد في العين ده لما يتضخم هيقدر فلما يتضخم أقدر أشيل النحية التانية يعني أقدر حضرتك مساء لدي حاجة في الفص اليمين وحاجة في الفص الشمال بدأت قمت شعيل اللي موجودة في الفص الشمال خلاص؟ وقمت بعد كده عامل حق نيكيماو في الشريان الكبد في النحية الشمال دي وخليت النحية كيمين تكبر كده بعد كده لما نحية كيمين كبرت قد تشيل اللي موجود في النحية اليمين فأنا ممكن أشيل الحاجات السنويات الموجودة في الكبد على مراحل خلاص؟ أنا ما أخبر في حاجة اسمها دي حاجة معقدة جدا لا أنت أقولها لهم بقى ملخصها بحاول أن أنا أضخم الجزء من الكبد اللي أنا هقدر أشيل منه أوراة محافظة على من الجنب اللي أنا خلاص فالأوراة بتاعت الكبد نرجع تنلخص الحوار أوراة من القولون المنتشرة في الكبد ليها علاج أحسن علاج الأوراة منتشرة في الكبد من القولون هو العلاج الجراحي العلاج الجراحي ممكن يتم مرة واحدة ولو أرام صغيرة طبعا علاج الأساسي بتاع الحالة دي إن هي تاخد كماوي إذا لم يكن الوراة مسدود أو إذا كان الأمام ما بينزفش لو استجابة الوراة بتاع الكبد دا للعلاج الكماوي كويسة جدا بدخله إميدياة لها العمليات حتى لو ما شلش الوراة الأساسي اللي موجود في القولون أشيله السنويات الموجودة في الكبد أول استقصال السنويات الموجودة في الكبد ممكن يتم في مرة واحدة إذا أمكان استقصالها وممكن يتم على مراحل إذا لم كان عاداتهم كتير جدا وموجودين في الخاصين وحالة العيان الصحية ما تسمحش بعمليات ساعتها بيتم استقصال ورام الموجود في القولون عشان ما يتسدس ويتم إجراء تردد حراري للأورام الموجودة في الكابل نصيحة يا دكتور نصيحة لكل أمه وأب وكل بيت ياخد باله إزاي من بنته أو ابنه أيها لا تمام لا لا تمام لا لا أنا سعيد وياخد باله إزاي أنا أعرف الإبني ياخد باله من إيه الزوج يا فن أخد باله الإبني ده سليم الإبني الكابت بتاعه سليم وظيف الكابت يا فن ما أنا أعمل وظيف الكابت فيه تفل تلقيه كده بطنه كده مرتفع شوية لأن التضخم فيه مشاكل كتير جدا بتحصل على مستوى الأواية العيال اللي بيبقى لسه مولودين وعندهم الصفرة ده مش موضوع حالي يعني مفيش أي نصيحة لا لا وفيه بقى منتح لك تقوله أخينا سيحة عمّة إن الإنسان لو حس إن هو مش كويس أو فيه حاجة تعباه أو اللي حواليه حسه إن فيه حاجة تعباه أيوا كده يا دكتور يرجع للدكتور يرجع للطبيب الدكتور أو الطبيب هيسمع الشكوى بتاعته هيطلب منه التحليل اللي هي هتقدر تبين الشكوى بتاعته دي ممكن تقوم من إيه ويبتدي يشخصه وحسب التشخيص اللي هيظهر نبتدي العلاج طب ما أقول يا دكتور اللي أنا بقولي ما الدخماش في أعمار مختلفة لأن أطفال قصتهم قصة طويلة تانية طفل اللي بطن كبيرة عم دسقسة قصة كبيرة تانية حسن حضرتك يا دكتور يعني دي حاجة طبعا يعني حاجة لأستاذ المشاهدين إن إحنا نقدر نقول لهم إيه اللي نقدر خلي بركم اهتموا من صحيحكم عموماً أي شكوى غريبة عليكم نجري بيها للدكتور الدكتور هيعمل حاجة من الاتنين لإما هيطمنك حاجة اسمي يا رئي أشورانس يقول لحضرتك الله يما عندكيش حاجة الشكوى اللي عندك دي شكوى بسيطة ممكن تخذي لها ممكن يكون لنا سابقا بواحد مين تراتة أربعة ومش حاجة خطيرة أخذ لأ لاجنا أو يقول لك لأ والله إحنا عندنا مشكلة إحنا محتاجين نعمل كذا ونشخص ونتعلم طب آخر حاجة ها قولي فاضح يا فانس مريض الكبد دوت الحاجات المتعلقات بتاعته الشخصية المعلقة الشوكة الحاجات اللي هو بتعامل بيها ديت ديت بتسبب حاجات معدية نقل معه A A A A A A Ficooral من إسمها في الطب من البقء والإخراق أيها خلاص B و C لأ طيب دكتور لس أنت مطبمنيش طبعا يعني أنا مش معنا كده حبيبي أنت تستخدم معلقة بتاعت عيان عنده ما تغسلتش أنا طبعا بشكر حضرتك معلش طبعا لديك حلقة ببنى خلاص احنا خلصنا للحلقة أنا بشترك على دكتور شريف وإن شاء الله ترحب بعد الحلقة تاني أتمنى أنا أكون فتة سادة مجاهدين بأي حاجة وإن شاء الله عليك سادة أحيح حضرتك وبشكرك بشكرك يا نجلي بشكرك يا محمد شكرا ليك يا محمد وتسببها لك أشكركم ألحظتم المتابعة ودمتم فرعات الله تسببها لخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة